نحن نأخذ أي عمل يحتاج لإستخدام الإسرائيلي هو العطش الإسرائيلي للدني والاحتلال الجديد بصورته الجديدة كل العالم تهجر كل الدين الساكد يبحث العالم عن أخبار الحرب البرية حز لا يعلن سنواجه أي احتمال يوم جديد على الحرب تضرب فيه تل أبيب كل شيء من الضاحية إلى الشمال يخرج رئيس أركانها ويقول لدينا مفاجآت في هذه الحرب في حين يدعو ترامب نتنياهو لضرب منشآت إيران النووية في وقت تتواصل فيه قوافل الفارين من الحرب في الوصول إلى الحدود مع سوريا وترتفع أرقام الضحايا والمهجرين في حرب لبوادر لوقفها أهلا بكم إلى هذه التقطيع شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان وضاحية بيروت الجنوبية واستهدف القصف وفق وسائل إعلام لبنانية محيطة مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية ومنزلا في سهل بلدة سعد نايل في البقاع شرق البلاد ما أدى إلى مقتل شخص كما استهدف القصف بلدة أرفيد بذات المنطقة وبلدتي قانا وطردبا في منطقة سور في الجنوب ماء ماء حسنا ماء ماء اشتركوا في القناة قتل أربعة أشخاص باستهداف مسيارة إسرائيلية شقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان وفق ما قال دفاع المدني اللبناني من جانبها نقلت وكالة الأنضول عن حركة حماس اعلانها مقتل قياديين في دراعها المسلح كتائب عز الدين القسام وأفراد أسرتهما البالغ عددهم ستة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما بمخيم البداوي وقالت حماس في بيان لها إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل القيادي في كتائب القسام سعيد علي ما أدى إلى مقتله وزوجته وطفلتيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم مرحبا بك مايا ماذا عن ليلة الأمس وصباح اليوم والاستهدافات الإسرائيلية ما التطورات الميدانية الجديدة لديك صباح الخير من كروبا ولجميع المشاهدين منذ ساعات الصباح الأولى بدأت اليوم بكرا الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كانت في ساعات الظهر وفي ساعات العصر وفي ساعات الليل يشنها بكثافة جيش الاحتلال إلا أن اليوم كان اللاست أن منذ ساعات الصباح بدأت هذه الغارات إضافة إلى ذلك ليل أمس وصل الطيران الحربي الإسرائيلي إلى العمق اللبناني وتحديدا إلى مخيم قلب الداول اللاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان مستهدفا قيادة في حركة حماس وهو سعيد عطلة إضافة إلى مقتل ثلاثة إضافيين من أسرته هذا وأيضا الغارات لأول مرة تصل إلى طرابلس حيث العديد من اللبنانيين يعتبرون أن طرابلس محيدة خاصة أن ليس فيها مظاهر تابعة لحزب الله وبالتالي أصبح الطيران الحربي الإسرائيلي يمكننا القول يستهدف جميع المناطق اللبنانية إضافة إلى ذلك شم الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على البقاع وعلى سعد نايل مستهدفا قائد في الجماعة الإسلامية كان للتوقض رجع من تركيا وبالتالي هذه الغارات أيضا استمرت في جنوب لبنان وأيضا في بلدة قانا التي كان لها بعض طويل في المجازر التي يرتكمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وأيضا كان هناك غارات على البزوري وعلى برج الشمالي وعلى النقورة إضافة إلى قصف مدفعي صباحي على قرى وبلدات في الجنوب اللبنانية يمكننا القول رباح الصيلة القتلى منذ برد أعماليات طفان الأقصى ومات لها من أحداثا على الجبهة الجنوبية للبلاد إضافة إلى التوتر القائم منذ ما يقارب 12 يوما بحسب الصحة اللبنانية وقع 2011 قتيلا إضافة إلى ما يفوق العشرة ألاف جريح وبالتالي حتى الآن لا يمكننا القول أن المسار الدبلوماسي قد يأخذ دورا في هذه أو يأخذ منحا في هذه الحرب التي تشنها إسرائيل خاصة أن إسرائيل على الرغم من ضعفها في التوغل البري إلا أنها تحاول أن تتوغل وهناك حديث أيضا أن الجيش الإسرائيلي لديه أنية بالتسلل في جنوب لبنان ولكن حتى يمكننا القول أن المسار الدبلوماسي أصبح غير مطروحا وبالتالي أيضا أبلغ الرئيس سميقاتي عبر المبروث الأمريكي عامس حوكشتان يوم أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وموقع أكسيوس الأمريكي أن طرح الدبلوماسي بات غير مطروحا حاليا من قبل الإدارة الأمريكية وهذا يؤكد أن أمد الحرب قد تطول خاصة أن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أهداف ينوي القيام بها في لبنان من استهداف أكثر للضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وللجنوب إضافة إلى نيته بالتوغل مجددا حيث أنه يحاول ولكن ينصب عناصر ومقاتل حزب الله كمينا لقوات الاحتلال في الجنوب اللبناني ما يؤثر على هذه النظرية وهذه العملية أعطا إذا ما أردنا رباء الحديث عن النزوح الذي أصبح مشكلة أريد أن أسأل باعتبارك إيجئتي على حصيلة الجرحة والقتلة القطاع الصحي كيف يتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من المصابين سواء القطاع العام والقطاع الخاص كيف تعاملت وزارة الصحة بخطة طوارئ للإسعاف وتعامل مع المصابين والجرحة نعم رباء دعيني أيضا أقول شيئا قبل الإجابة عن سؤالك أيضا الطيران الحربية الإسرائيلية يوم أمس استهدف فرقا تابعة لجمعيات تفسعف الناس ولأيضا يعني العديد من المستشفيات في الجنوب اللبناني في الجنوب استهدف القطاع الصحي سواء بالمسعفين أو بالنقطة الطبية نعم وأيضا رباء إذا ما أردنا الحديث عن واقع المستشفيات في لبنان في هذه الأثناء المستشفيات لا تستقبل الحالات الطفيفة أو الحالات غير الضرورية في هذه الأثناء لأن هناك عدد كبير من الجرحة نتحدث بحسب الصحة اللبنانية على ما يفوق عشرة ألاف جريح البعض منهم بوضع حرج جدا وأيضا سيارات الإسعاف والصوت يظهر والصوت مسموع أيضا في المداخلة سيارات الإسعاف تعمل بشكل دائم وبشكل متواصل جدا لإسعاف ما استطاعت من الجرحة وبالتالي هذا القطاع بحسب وزير الصحة أيضا وبحسب تراس أبيض إذا استمرت هذه الحرب لوقت طويل ممكن أن يواجه أزمات كثيرة وبالتالي تصبح العديد من المستشفيات عاجزة عن استقبال الجرحة وأيضا عاجزة عن القيام بدورها وخاصة أن البعض بدأ يتحدث عن نقص في المواد الطبية والمواد الاستشفائية في العديد من المستشفيات إضافة إلى القصف الإسرائيلي والاستهدافات الإسرائيلية لبعض المستشفيات في الجنوب إضافة إلى طاقم الإسعاف داخل سيارات الإسعاف الذين ينقلون الجرحة من مكان إلى آخر ابقي معنا مايا لو سمحتي وأنتقل إلى أحمد القصير مراسلنا من البقاع مرحبا بك أحمد ماذا عن التطورات الميدانية وتوسع رقعة القصف داخل لبنان هناك قصف كما ذكرت لنا مايا على طرابلس ماذا يجري من الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق مختلفة في لبنان صباح وخير ربا صباح وخير نحن الآن هنا في المنطقة البقاع وتحديدا في المنطقة الغمارية في ساعة مايل هذه المنطقة التي طالها الأجرام الإسرائيلي لأول مرة هي مخيم البداوي وكان للبارحة يوما مأسايا على الجماعة الإسلامية وتحديدا أن هناك سلسلة غارات استهدفت بلدة الرفيد في اللقاع الغربي وتم استهداف القياد فيها علي الحاج الذي سقط ضحية نتيجة هذه الغارات إضافة إلى أن شابا في مخيم البداوي هو وعائلته وكان هذا الاستهداف الأول لشمال لبنان البارحة وتحديدا مخيم البداوي كان سقطه وعائلته نتيجة هذه الغارات التي استهدفتها أما هنا نحن في هذا المكان تحديدا كان هناك غارة على بلدة ساعة مايل في منطقة العمرية تحديدا وهي الغارة الأولى وكانت استهدفت القياد في الجماعة الإسلامية الويس محمد حسن الويس طبعا هذا القياد يبلغ من العمر 33 عاما طبعا الأبارات التي استهدفت الغارة استهدفت ثلاث أشخاص إثنين من قيادة الجماعة الإسلامية وشخص من قيادة حركة حماس الذي حفل فيه حيام البداوي هنا تم دفن الحاج حمد الويس عند الساعة كاسعة صباحا إضافة إلى أن يظهر حجم الضرر هنا أعتقد هذا المنزل الذي استهدفته ربا الغارة الإسلامية استهدفت هذا المنزل هذا المنزل الذي كان فيه القيادين من كتائب عز الدين القسام قيادين من الجماعة الإسلامية من كتائب عز الدين القسام طبعا هنا معي ابن عم الحاج محمد الويس يتحدث لنا عن ما حصل البارحة ربا نعم مرحبا شاعة ١٢ بالفضل أستاذ أفو عمد السيد المحمول عرشيك الويس أول مرة يستاذ شاعة ٢١ شاب من كيرتي الشبيب مستشهد هو قياده بالجماعة الإسلامية؟ هو غامض نحنا ما بنعرف عنه هو غامض كان حدا موجود معه أخته بالمستشهد بالعنية الحمد لله حررتها مش مستقرة بالعناية حجم الضرر اللي صار البنية كلها تقريبا البنية كلها تقريبا مضطرر الحمد لله لي قضيت على بس أو اثنين الحمد لله كانت في مولا حاله بالله لا كيرت أمه كيرت أخويته جوازين بنية فيها شاب الحمد لله الله صلى الضرر كيرت فيه لا الحمد والشبه الله يرحمه مستشهد عيش الله يرحمه لأعافي حاجم لأعافي حاجم طبعا ربا نعم ما تحدث لنا أهالي الحاجم حمد الويس القيادة في الجماعة الإسلامية التي استهدفتها الغارات الإجرامية الإسرائيلية البارحة هنا في هذه البلدة في بلدة العمارية لا أدري إن كان سيساعدنا الانترنت لنريكم حجم الدمار في هذه النقطة سوف أتحرك بالكاميرا نعم ربما تحاول قدر الإمكان نحن نعلم أن الشبكة ضعيفة ومن هناك مشكلة في التواصل نعم ربما سوف أتحرك بالكاميرا ارتداء من المحال التجاري الموجودة هنا التي استغلتها التي تضررت نتيجة هذا الاستهداث طبعا هنا بلدية ساعد نايل أيضا من البلديات التي تقوم بعملها كانت تصل التيار الكهربائي الذي انقطع جراء هذا الاستهداث طبعا هنا شركة الكهرباء أيضا متواجدة لا أدري إن كان الآن لك يساعدني في إخذار حجم هذا الدمار ما زلنا نستطيع أن نتابعك إلى الآن مع صورة معقولة أنظر ربا هنا حجم الدمار الذي استهدف هذا المنزل الذي فقط على الأرض طبعا هذا هو هذه الغرفة المستهدفة إذن أحمد كان الصاروخ دقيق جدا أصاب المستهدف في مكان محدد سوف نصعد إلى المنزل لأنه عين مكان المستهدفة رغم أن هناك مأساة لأهالي الحال لكن سوف نذهب إلى المنزل نعم بدأنا أن نفقد الاتصال بك أحمد على مبدو أن الشبكة لم تساعدك كي تصل إلى الشقة ونستطيع أن نتحدث معك ونتابع مشاهدينا معكم حيث أعلن حزب الله أنه أوقع عشرين قتيلا وجريحا في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم أتقدم إلى العديسة جنوب لبنان كما قصف تجمعات عدة لجنود آخرين وقال الحزب أن مقاتليه أوقعوا قتلى وجرحا في قوة مشاتة إسرائيلية لدى محاولتها التقدم باتجاه محيط بلدة العديسة وأضاف أنه قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في كفر جلعادي وكفريوفال جنوب لبنان وفي خلة عبير في يارون ونعود مرة أخرى إلى أحمد القصير مرحبا أحمد مرة أخرى لا أعلم إن كان التواصل الآن سيكون أفضل هذا هنا المنزل المستهدف منزل الحاج محمد الويس الذي استردفه بالغارة الإسرائيلية عند ليه البارحة هذا أحد طريبه أحمل بقايا الصاروخ الذي استهدف هذا هذه بقايا الصاروخ مع الاشتفاء بقايا الصاروخ الذي استهدف منزل الحاج محمد يعني إذا كان يظهر لك بالكاميرا نعم نعم نستطيع أن نشاهد يعني صاروخ موجه عبر مسيرة إسرائيلية إلى الأمام هناك حجم دمار كبير شو يا شبك هناك حجم دمار كبير ربا نعم نستطيع أن نرى أن تماما المنزل هذه حفرة أيضا هذه الفجوة التي أحدثها الصاروخ اتداءا من الصقف من هنا من صقف المنزل ونزولا إلى أين كان الحاج الصاروخ صقط من صقف المنزل فقدنا الاتصال مرة أخرى بأحمد أحمد هل تسمعوني هناك مكان على الاستهداف بالضبط نعم الصوت تقطع أحمد لا أدري نعم نسمعك الآن تفضل طبعا هنا من هذه النقطة من هذه النقطة من هذه النقطة كان صاروه اخترق هناك مشكلة في التواصل بكل أحوال شكرا لك أحمد ونتابع أيضا مع مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري مرحبا بك ريم إسرائيل توسع ضرباتها ويوم أمس قامت باستهداف أكثر من شخصية ماذا يجول في أروقت السياسة في تل أبيب عن ماذا يتحدثون وإلى متى سيستمرون بتوسيع هذه الضربات خاصة أنها امتدت حتى خارج الحدود اللبنانية نعم ربا هذا صحيح والجيش الإسرائيلي أيضا أعلن أنه يعتزم توسيع عملياته البرية في لبنان هذا ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يعتزم توسيع الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته البرية في لبنان والانتقال إلى ما أسماها المرحلة التالية من القتال بعدما بدأ في السيطرة العملياتية على قرى الجنوب كما يقول وأيضا يستعد الجيش لدخول كل بلدة كما قال للتأكد من عدم وجود بنى تحتية لحزب الله من الممكن كما قال الجيش الإسرائيلي أن تهدد سكان الشمال أيضا الجيش الإسرائيلي وفقا ما نقلته المواقع العبرية قال إن قدرات القيادة والسيطرة لحزب الله قرب الحدود تضغرت وعناصر حزب الله يعملون الآن على شكل فرق فردية وذلك لأنه قبل الدخول البري تم إجلاء سكان القرى وجرى تنفيذ هجمات واسعة على البناء التحتية لحزب الله وتحديد مواقع المقاتلين من حزب الله وأيضا اعتبر الجيش الإسرائيلي كما تضررت قدرات قال المقاتلين على تغطية بعضهم البعض بين القرى المجاورة وفي الوقت نفسه لا تزال أيضا عناصر قوة الرضوان وحزب الله تستعد كما قال داخل القرى وبالقرب منها في محاولة للقتال كوحدة واحدة مسؤول أيضا رفيح في الجيش الإسرائيلي روبا كما نقلت عنه وسائل الإعلام بعد مرافقته للجنود في جنوب لبنان قال عندما تمشي في لبنان وترى منصة إطلاق قذائف مضادة للدروع أو حتى نفق تقوم بإدارة رأسك وتشاهد بلدة إسرائيلية وعندها ستفهم على الفور ما تقاتل قرأ أيضا الثانية عشر العبرية بأن الجيش واصل توسيع عملياته البرية في الجنوب وعمل في عدة كرى هدية للحدود أيضا ربا وذلك ما أدى إلى مواجهات مباشرة مع عناصر حزب الله بالمنطقة الجيش يزعم أنه قتل نحو 250 مقاتل من حزب الله وفي المقابل تلقى هو بنفسه أيضا خسائر فادحة يعني الجيش نعم بأنه يتلقى ضربات ويعترف بأن هناك قتل وربما لا يعلن عن الرقم الحقيقي من القتل والمصابين لكن ريم كان هناك تصريح لترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الحالي لرئاسة ويدعو فيه نتنياهو لضرب المفاعلات النووية في إيران كيف أيضا يتم التعامل مع هذه التصريحات التي هي في إطار الحملة الانتخابية في أمريكا بالتأكيد لكن كيف يتلقفها الإسرائيليون وتحديد الحكومة نتنياهو نعم ربا الآن تجري محاورات ومحادثات بين بايدن ونتنياهو حول تنسيق الهجوم في إيران هذا التصريح من ترامب كان لافتا لكنه أيضا يمكن أن يكون في إطار وفي سياق الحملة الانتخابية له والوليات الان هي مقبلة أصلا على انتخابات لذلك يحاول من خلال وبالتالي في إسرائيل ربما يرغبون جدا بوصول ترامب إلى الرئاسة كي ينفذوا هذه الحرب الكبيرة الإقليمية نعم بالطبع هو بالنسبة لإسرائيليين المفضل ترامب لأنه هو في زمن وفي فترة التي استلم فيها رئاسة الوليات المتحدة استطاع أن ينقل العاصمة ومقر عاصمة إسرائيل ومقراتها إلى القدس وبالتالي هم يعتبرون أنهم حققوا إنجازا في زمن ترامب وأنه دائما يدعم الصهيونية ويدعم إسرائيل في كل قراراته لذلك في ممكن هذا التصريح وضعه في إطار إطار الدعاية الانتخابية لجذب الأصوات في الولايات المتحدة لكن على مستوى الرد ما زالت المشاورات قائمة في هذا الأمر تصعيد من ناحية إسرائيل بأنها ستقدم على رد ناري وعلى رد قاسي وكان الحديث أنه سيتم في غضون يومين ثلاثة تفضل تفضل نعم وأنه كان سيتم في غضون يومين ثلاثة على أكبر تقدير ولكن فيما يتعلق باستهداف المنشآت النووية أو النفطية التابعة لإيران يبدو أنه سيجري حوار كبير وضغط على إسرائيل حتى لا تصل إلى هذه المرحلة وقال أنها ستقوم بمهاجمة مواقع عسكرية معينة في إيران وقد تغتال أيضا شخصيات تابعة لإيران خلال الفترة المقبلة نعم وإذا عدنا لموضوع القتلى وباختصار لو سمحت ريم الشارع الإسرائيلي نحن نعلم أنه لا يحب هذه الأخبار أن يكون هناك قتلى في صفوفه وهم يعني يخافون من موضوع الصفارات الإنزار والذهاب إلى الملاجئ لكن موضوع القتل هو خط أحمر كبير بالنسبة لهم كيف يتعاملون مع هذه تصريحات من الحكومة الإسرائيلية بأن هناك قتلى ومصابين نعم ومن أجل ذلك إسرائيل تفرض رقابة عسكرية كبيرة وتفرض أيضا حظر نشر وتعتيم إعلاني حتى لا تظهر الخسائر سواء المادية أو سواء البشرية التي تحفظ نتيجة الهجوم الصاروخي ذكرك بالأمس أن حزب الله قصف بأكثر من 120 صاروخ بيوم أمس فقط أيضا هناك اليوم أعلن حزب الله أنه أيضا قتل خلال المناورة التي قام بها في الجنوب قال أوقعنا قتلى وجرح من خلال بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدية نعديسة دائما الاعترافات أو التصريحات تأتي من قبيل حزب الله اليوم مهما حاولت إسرائيل أن تفرض حظر نشر رباء إلى أن هناك كثير من المجموعات وهل ربما هذا يؤجج الشارع الإسرائيلي ضدهم وضد هذه الحرب نعم سأكمل لك هذه النقطة أنه هناك أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون الإسرائيليون الكثير أحيانا من الفيديوهات المسربة بالتالي لا يمكن أن يخفى أو هذه المعلومات أن تخفى عليهم هناك طبعا ترقب هناك تخوف من الشارع الإسرائيلي وخاصة في حال ردت إيران على الضربة الإسرائيلية القادمة لها آخر التعليمات قبل قليل كانت للسكان بأن يبقوا في منطقة كريات شمونة أو مستوطرة كريات شمونة التي قريبة من الحدود مع لبنان أن يبقوا في الملاجئ وقرب الملاجئ حال التوتر يعيشها الشارع الإسرائيلي كبيرة جدا حالة خوف أيضا وخاصة في المناطق الشمالية والآن انتقلت أيضا إلى مناطق الوسط بعد أن وصلت الصواريخ الباليستية إلى منطقة الوسط تستطيعين شعور ذلك من خلال الشوارع التي تكون تقريبا شبه خالية ما بعد الساعة السابعة مساء في وسط البلاد يعني الحركة غير طبيعية كالمعتاد وكثير من الأمور تغيرت أيضا هم دائما يعني مطلوب منهم أن يبقوا على أي تعليمات جديدة في الجبهة الداخلية متعلقة بالوضع التعليمي والعمل وأيضا في الوضع الأمني بالتالي نعم هناك حالة ترقب وهناك حالة خوف من الشرع الإسرائيلي وحذر أيضا شكرا جزيلا لك يريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة على هذه المعلومات هددت كتائب حزب الله العراقي وهي إحدى أجنحة ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق بفقدان العالم أكثر من 12 مليون برميل نفط يوميا ما إن تبدأ حرب الطاقة جاء ذلك في بيان للكتائب قالت فيه بأن المنطقة أمام خيارين إما أن ينعم الجميع بالخيرات أو يحرم الجميع حسب وصفها من جانبه شدد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم وتصاعد الفصائل العراقية من لهجتها بعد تصاعد التحذيرات من هجمات إسرائيلية محتملة ردا على شن إيران هجوما بعشرات الصواريخ الإسرائيلية على مناطق متفرقة من إسرائيل حيث رجح التقارير بأن مشاءات حيوية للنفط والغاز في إيران ستكون ضمن أهداف هذا الرد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإسرائيليين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن الردي على إيران وأضف بايدن أنه لو كان مكان الإسرائيليين لا فكر في بديل آخر غير ضرب المنشآت النفطية الإيرانية موضحا أن إدارته ساعدت إسرائيل أكثر من أي إدارة أمريكية أخرى نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين اثنين في واشنطن إن إدارة بايدن تسعى إلى دفع لبنان لانتخاب رئيسا جديد مع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وأشار المسؤولان إلى أن البيت الأبيض يرى الوضع الحالي في لبنان فرصة لكسر الجمود في ملف انتخابات رئيسا جديد لافتين إلى أن واشنطن تعتقد أن هذا يجب أن يكون على رأس الأولويات حتى قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل لم تقدم ضمانات بعدم استهداف منشآت إيران النووية وضف المسؤول لشبكة CNN أنه من الصعب معرفة إذا ما كانت إسرائيل ستستغل ذكرى هجوم السابع من أكتوبر للرد على إيران مشيرا إلى أن الوضع حاليا على حفة الهاوية بعد أن نجحت واشنطن في منع تحول الصراع إلى حرب أوسع دع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة دونالد ترامب إسرائيل إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية وقال ترامب ردا على سؤال يتعلق بإمكانية استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا وكان ترامب قد التزم الصمت بشأن التصعيد في شرق الأوسط إلا أنه أصدر مؤخرا بيانات حمل فيها بايدن ونائبته كاميلا هاريس مسؤولية انفجار التوترات ومعنا في الاستوديو الآن المحلل العسكري صبحي نظم توفيق مرحبا بك سيد صبحي سأبدأ من موضوع الميليشيات العراقية وهذه التهديدات بموضوع النفط ونحن نعلم هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة وعالميا أن تقترب من مصادر الطاقة وتهدد بمصادر الطاقة هل هذا ينذر بأن الحرب ستتسع وستكون يعني جنونية بهذه الحالة هي ما شاء الله متسعة متسعة نعم والله حقيقة هم يتحدثون أنه لا يردون التسعة لكن التسعت وانتهى الأمر ولكن من نسبة للعراق أنا شخصيا لا أتصور أن إسرائيل تقدم على ضرب المنشآت النفطية العراقية لأن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص تستفاد تستفاد كثيرا منذ عام 2003 منذ احتلال العراق وغزو العراق ولحد الآن من المصادر النفطة العراقية نعم وبثمن لكن الذي يهدد هو الكتائب أو الميليشيات العراقية بأنها ستمنع النفط هل يستطيعون أن يفنعون النفط لا يستطيعون هو مجرد تصليحات هم أيضا يعني يضرون فيما إذا أوقفوا تطير النفط العراقي خصوصا من البصرة هذا واحد وثانيا بالنسبة لإسرائيل عودتنا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أنها عندما تستهتف الميليشيات العراقية فإنها تستهتف ليس المنشآت النفط وإنما المواقع أو المعسكرات أو المراكز التدريب التابعة هذه الميليشيات وإيران تحديدا لا يقتربون من الحكومة العراقية أو أي شيء بعيدا عنها حصريا الميليشيات والمواقع الإيرانية لا يقتربون منه بالضبط ولكن أيضا هناك مشكلة في هذه الحالة هذه المسيرة يوم الأربعاء الماضي قبل يومين من الآن عندما استهدفت موقعا للجيش الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية في الجولان وقتل حسب الاعتراف الإسرائيلي جنديان إسرائيليان وربما الجرحة 14 هذه أعتقد أتت بالصدفة على كل حتى إذا كان التشخيص وإذا كان التهديف منضبطا فأن مقتل جنديين و14 فيما إذا أصبح هناك رد إسرائيلي فإسرائيل مثل ما قلت يعني تستهدف المعسكرات والمناطق التي أطلقت منها هذه المسيارات نعم سيدة العزيزة بالنسبة لإطلاق يعني المنصات لا تستقر في معسكرات وفي داخل المدن في حالة العراق وإنما تخرج منصة واحدة إلى البراري وخلال دقائق تطلق المسيارات وتترك المكان فأين تهتف أين تستهتف إسرائيل ما هي المواقع التي يمكن أن تستهتف إسرائيل هل هي مواقع المنصات مواقع المنصات مجهولة أو أصبحت مجهولة منصات متحركة نعم فإذا هناك المعسكرات المستقرة نسبيا وهي فرغت من المناسبة الآن يعني لأغراض نعم لأنهم يعرفون سيتم استهدافها بالضبط فرغت أرسلت إلى لبنان أيضا نعم ربما ولو هي الحقيقة لبنان ليست محتاج إلى مقاتلين يعني جنوب اللبناني ليست محتاج إلى مقاتلين المقاتلون الذين يذهبون سواء من إيران أو من العراق أو من أفغانستان أو باكستان أو من سوريا عندما يسحل حزب الله سيتحولون إلى أفواه آكلة ومشاكل استحمام وصحة وأكل وأنواع وأشغال كمقاتلين تقصد ماذا تحتاج إذن جنوب لبنان ماذا يحتاج حزب الله في لبنان أسلحة أسلحة ونحن نرى الدفاع الحزب الله وكذلك بالنسبة المقاتلين الباقون لم يسمحوا للقوات الإسرائيلية أن تتوغل في الجنوب اللبناني ومترا واحدا لحد أخبار اليوم صباحا فنعم إسرائيل يعني أنت برأيك وفق ما يحدث على الأرض الآن لم تستطع قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتقدم في الجنوب لبناني رغم أنه تم نشر فيديوهات يوم أمس عن دخولهم إلى أطراف القرى ضمن استراتيجية أطراف القرى الفارغة المفرغة المفرغة بأمر منهم لم تبقت تقريبا في المنطقة ما بين حدود الإسرائيلية البنانية وبين نهر الليطاني وحتى وصولا في اليومين الأخيرين إلى النهر الأولي هذه القرى كلها أفرغت فعندما أفرغت فأن أي شخص يمكن أن يظهر سواء من الجو أو من المراصد الأرضية فهو مقاتل إما من حزب الله أو من يعني الفصال المسلحة الأخرى التابعة أو المؤتمرة بأوامر حزب الله فإذا لا يوجد هناك مدني فالقرى كلها فارغة فالدخول إلى القرية في هذه الحالة إن لم يكن هناك مقاتلون مدافعون هل هو مصيدة بهذه الحالة مصيدة مثلا للجنود الإسرائيليين في استطيع استهدافهم طبعا الكماء في المناطق المبنية وفي المناطق الجبلية من أسهل ما يكون ومن أنجح ما يكون يعني سيؤدي هذا التقدم من قبل الجنود الإسرائيليين ودخولهم إلى منطقة ما حسب تفكير المقاتلية حزب الله عندئذ يمكن أن يحاطوا من اتجاهين أو ثلاثة اتجاهات أو على الأقل يفجر عليهم تفجر عليهم أو وناسفة مزوعة سابقا أو تفتع عليهم النيران من اتجاهين أو ثلاثة ساعة طيب رأيك ما هي الاستراتيجية المتبعة الآن من قبل حزب الله لتصدي هذا الهجوم البري إفراغ القرى مثلا ما هي نسق أول نسق ثاني للدفاعات كيف يقومون بصد الهجوم ما هي استراتيجية الدفاعية المتبعة وفق ما يحدث على الأرض من معارج حزب الله في الخطوط الدفاعية الأمامية نعم نعم ولواء آخر طبعا بالخطة الثالث أو الخطة الثانية نعم على الأقل يمكن اعتباره يعني قوة ضاربة قوة احتياطية ضاربة ولكن ضمن اللواء الواحد هناك بالتأكيد حسب يعني خبرة العسكرية هناك فوجان أو كتيبتان في الأمام وكتيبة في الخلف والفوج الواحد أو الكتيبة الواحد هناك سريتان في الأمام وسرية في الخلف يعني بالتسسل المشكلة أي أنه هم يعني جماعة أبو خاتل وحزب الله يعرفون الأرض جيدا وهم هم منتشرون في هذه المنطقة ربما منذ أربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات وهكذا وبشكل عام هم من أهل منطقة نفسها في منطقة جنوب لبنان فهم أدرى بشعاب أرضهم أرضهم فعندما يتقدم هذا الجن الإسرائيلي الذي لم يرى المنطقة إلا عن طريق تصاوير جوية أو عن طريق شرح وبريفنج وإيجاز وما إلى ذلك فإنه ربما يقع في كمين هذا الذي كنت أتطوره إلى أي مدى ستستخدم فعلا قوات حزب الله المفخخات والمتفجرات وهي تقوم بذلك لكن إلى أي مدى يساعدها ذلك بالتفخيخ أن يقع ضررا كبيرا في قوات الاحتلال الإسرائيلي الضر الكبير أنه المقاتلون يسكتون يسكتون ويختبئون في كهف أو مغارة مخشوشة نعم أو نفق نفق والكهوف ما شاء الله موجودة والمغارات موجودة في تلك المنطقة الجبلية الصعبة جدا فيسمحون لا يتحركون مطلقا إلى أن تأتي هذه المجموعة الإسرائيلية على شكل حضير يمكن 10 شخص 15 شخص 30 شخص لا أكثر عندما يكون في منطقة معينة عندما يفجر اللغم المزروعة أو العبوى الناس في المزروعة عن طريق عن بعد سواء عن طريق اللاتف أو عن طريق الأسلاك الاعتيادية الخاصة بالهندسة هذا ممكن ولكن يبدو أن حزب الله قد قرر قد قرر أن لا يسمح لأي قطعة إسرائيلية أسكرية أن تستاز حتى خط الحدود اللغنانية الإسرائيلية يعني لحد الآن حتى بالنسبة لقوات يونيفر قد صرحت أن هناك مجامع من القوات الإسرائيلية تدخل أو تتوغل لمسافة 100 متر 500 وفي أقصها 400 متر 400 متر بالنسبة لي عشرات الكيلومترات التي يتألف منها الجنوب اللبناني شيء بسيط لكن هناك الإسناد الجوي سيد صبحي وهو متوفر والقصف الصاروخي أيضا الذي تمتلكه كقوة يعني وعدة وعتاد قوات الاحتلال الإسرائيلية هم يستطيعون كما يقوم موضوع القصف التمهيد الجوي ثم تدخل القوات البرية فبالتالي الموضوع ربما صعب بريا لكن مع الجو ومن يمتلك سلاح الجو يمتلك الأرض يعني المثل قليلا ما ينطفق على المناطق الجبلية المناطق الجبلية أن ما يكون المدافع في الكهوف والمغارات وما أكثرها أقولها مرة أخرى فإن القصف الجوي حقيقة لا يؤثر إلا إذا كان طبيعة المنطقة الجبلية لا تفيد كثيرا بالقصف الجوي تقصد صح مضبوط يعني إلا إذا كان كل هدف مثلا كل مغارة وكل كهف وكل نفق بعد اكتشاف الموقع طبعا أن يستهدف بقنبلة خارقة العماق يعني بنكر بوستر مثل ما حدث مثلا في ضاحية جنوبية لبيروت سواء يوم أول الأمس أو عند اختيال السيد حسن نصر الله هذا لا يمكن مثلا قملة واحدة لكل مغارة لكل يعني نفق هذا لا يمكن من ناحية المنطقة الجبلية ومن ناحية توفر العتاد وعورة المنطقة الجبلية لكن هناك هناك أيضا استراتيجية تتبعها إسرائيل بأنها لا تدخل فقط من هذه المناطق هناك حدود شاسعة بينهم تقسمها إلى قطاعات ربما تقطح من مكان آخر يجب هل هذا سيسهل عليها العملية ما يعني نحن نحاول أن نفهم الاستراتيجية الهجومية والدفاعية لكل الطرفين نعم بالنسبة الاستراتيجية الهجومية مثلا ما تفضلت ويبدو أصبحت خبيرة بشؤون العسكرية نعم ما يسمى بالتقدم وهذا الآن هم في صفحة التقدم من نسبة الإسرائيليين تقدم وليس الآن ليس في هجوم ليس وطبعا في دفاع ولا انتعاف فهم في التقدم نعم مبدأ من مبادئ التقدم استثمار الفوز استثمار الفوز في أي بقعة يمكن التوغل منها فإسرائيل تجرب حظوظها سواء من لسان ما يسمى بلسان الجولان الداخل إلى الأرض اللبنانية من الشرق أو من عموم الحدود الإسرائيلية اللبنانية تجرب حظها دورية من اليمين دورية من يساد دورية من الوسط ومن نصف الوسط فعشر الدوريات ربما في يوم واحد تجرب حظها فيما إذا اخترقت في مكان ما ووجدت مجال الثغرة للتوغل فإنها تتوغل هذا بالنسبة للمراحل الأولى من التوغل أما بالنسبة للتراتيجي أو التكتيك حقيقة هذا ليس على مستوى تكتيكي يختلف باختلاف الوضع على الأرض نعم المخاتل هو مخاتل وحزب الله يختبئون إما في الأنفاق ولا داعي للأنفاق بشكل عام إلا للتواصل ما بينه للوصول يعني من نفق من نفق أو من مغارة إلى مغارة أخرى نعم تحت الأرض حتى لا يظهر المخاتل على سطح الأرض عنده إذن هو يمكن في مكان ما ويظل ساكتا ولا يفتح النار إلى حد ما تصل الدورية إلى مدى السلاح المعين الاربيجي عادة ما يكون سلاح خفيف نعم يعني بندقية رشاشة متوسطة ربما رشاشة تخيلة واربيجي وهوانات خفيفة التي تحمل باليد هذه كل الأسلحة ممكن أن يحملها مقاتل واحد نعم متوفرة والمسافات ليست مشكلة فهناك مثلا من الهوانات الأرضية مداها على الأقل 600 متر وقد يصل المدى في بعض الهوانات الخفيفة إلى 1800 متر هذه مسافة جدا لكنها ليست دقيقة يقال عنها أنها أسلحة عمياء ربما ليست دقيقة نعم ليست دقيقة صحيح ليست دقيقة تحدث ضررنا لكن ليست الأرض بجنس لا دقيقة المنظقية وقد ذلك خبرات شاشات أسلحة دقيقة ولكن هاوانات لا أنا بالمناسبة كنت معلم هاون في مدرس المنظر لذلك لدي معلمات عن هاوانات الخفيفة ومطوصة والثقيلة يعني نحن نحن أيضا خلال ما مر بنا من حرب النظام على الشعب السوري أصبحنا نعلم الكثير عن الأسلحة ويعني ضربنا بكل أنواع الأسلحة سواء يعني روسية أو سلحة النظام من عاونه من إيران الآن إذا سألنا باعتبارنا تحدث عن الأسلحة ما الذي تحتاجه قوات حزب الله من أسلحة تحديدا باعتبارك بدأ تحديثك بهذا الموضوع هم يحتاجون أسلحة لا يحتاجون المقاتلين ما هي الأسلحة المطلوبة الآن كي يحققوا يعني صدا دفاعيا أو يصبضوا في وجه الهجوم الإسرائيلي نعم أنا أتصور يعني لو كنتم كانهم لم أستخدمت حتى المناطات التي تتلقص صواريخ الكاتيوش أو بلقرات لأن هذه عادة ما تظهر بالصور الجوية وتشاهد من قبل الطيارين فربما تضرب لينا أو نحارا نعم فهم يحتاجون اعتبارا من الهوانات المتوسطة لا أكثر إلى الهوانات الخفيفة إلى المدفعية المتربصة من بعد مثلا 10-15-20 كيلومتر وكذلك بالنسبة للرشاشات التقيلة والمتوسطة والخفيفة والبندقية التي في اليد وألغام تزرع على كل الطرق لكي يعني تحول دون تقدم أو إداء لكن استخدام هذا تكتيب في القتال يحتاج إلى روح معنوية عالية تعتقد أيضا وفق ما نشاهده أن حزب الله ما زال ما زال يملك هذه الروح المعنوية العالية لأن المقاتل يحتاج لها خاصة بعد سلسلة الاغتيالات والصف الأول والقياديين والاغتيال حسن نصرا الله مؤخرا الاغتيالات بالتأكيد لا تخص المقاتل فهو في منع عن الاغتيالات نعم ولكن معنويا بمنع عن ضربات الجوية مثلا أو ضربات المدفعية فهو إذا سكن في مغارة أقولها مرة أخرى في مغارة أو في كهب أو في نفق فإنه سوف لا يصاب اعتياديا إلا إذا استعتم العدو استخدم العدو القنابل الخارقة نعم للأعماق وهذا يعني من الاستحال أنه إسرائيل تستخدم هكذا قنابل لماذا لماذا لا تستخدمها أولا لا داعي وثانيا غالية الثمن وثالثا هم لا يسا لديها مشكلة وأنما تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة تمدهم أيضا بالأيام القادمة نشاهد أسلحة مختلفة يعني يتم استخدامها بكل الأحوال يعني كما تذكر حضرتك والمحللون العسكرون أن الحرب البرية ما زالت في بدايتها ومن الصعب أن يعني نحلل أو حتى نتنبأ يعني بأي تطورات إلا وفق ما يحدث على الأرض شكرا جزيلا لك المحلل العسكر يا سيد محمد عفوا صبحي ناظم توفيق على هذه المعلومات وهذه الإضاحات العسكرية في موضوعنا لليوم وفي تغطيتنا إذا المشاهدين بعد تأكيد حزب الله مقتل زعيمه حسن نصر الله صعد اسم الرجل الثاني في التنظيم هاشم صفي الدين إلى الواجهة كرجل لأوفر حظا لتولي الزعامة نشأته وحياته المزيد في سياق هذا التقرير قريبه وشبيهه زميله في الحوزات من النجف إلى قم وصاحب الحظوة الذي لا يغيب عن تفاصيل القرار حاضرا في الظل كما في العلن مؤتمنا على سر حزب الله وأموره الداخلية عسكريا وسياسيا وعقائديا ماذا نعرف عنها شمص في الدين المرشح الأوفر حظا لوراثة عباءة زعامة حزب الله خلفا لحسن نصر الله ولد عام 1964 في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان لعائلة شعية ذات باع طويل في السياسة والدين منذ شبابه كان إلى جانب نصر الله على مقاعد الدراسة ومسارات الحياة فامتلكا شخصيات متقاربة كحال الشكل برز كأحد الشخصيات الثلاثة التي راعاها عماد مغنية القيادي السابق وأحد مؤسسي حزب الله ليتولوا مسؤوليات مفصلية ومنذ عام 1994 بزغ نجمه فتولى رئاسة الحزب في بيروت وارتقى في المناصب إلى أن ترأس المجلس التنفيذي في عام 1998 حتى بات الرجل الثاني بعد نصر الله وستشهدون عياما سوداء لم تروا لها مثيلة تحت إشرافه بات صفي الدين المسؤول عن رسم السياسات الداخلية وإعادة هيكلة حزب الله والإشراف على مؤسساته المالية والاستثمارية التي تمتد داخل لبنان وخارجه لا سيما في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبينما يترقب الجميع مستقبل قيادة حزب الله يبرز صفي الدين كواحدا من الشخصيات القليلة التي تجمع بين التأثير السياسي والنفوذ العسكري كلاعب أساسيا خلف الكواليس وحجر زاوية في رسم سياسات الحزب وإعادة هيكلته ومنذ طوفان الأقصى تلقى حزب الله خسائر كبيرة في صوف قياداته نتعرف إلى أبرزهم في هذه المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوكاريكا أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر المتزايدة بين المدنيين في لبنان وأضف أن عدد القتل المدنيين في لبنان غير مقبول بالمرة مؤكداً على أنه يجب على جميع الأطراف أن تبذل قصار جهدها لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان عدم تعريض المدنيين للأذى أبداً أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل بأن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلباً من إسرائيل لإعادة نقل بعضها قبيل بدء عملياتها البرية بدوره قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام بأن قائد اليونيفيل وضباط الارتباط على اتصال دائم بين ضائرهم في الجيشين الإسرائيلي واللبنانية ووصف ذلك بأنه مفتاح لحماية قوات اليونيفيل مشيراً إلى أن قوة الأمم المتحدة هي القناة الوحيدة للاتصالات بين الطرفين وتعمل أيضاً مع الشركاء للقيام بما في وسعهم لحماية السكان تسلمت وزارة صحة لبنانية مساعدات طبية قدمتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضر وزير الصحة فراس الأبيض وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايكسن عملية التسليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ستتواصل خلال الأيام القادمة تحدث سكان في مدينة صيدة في لبنان عن معاناتهم خلال الحرب حيث عاشوا ليلة عصيبة مع سماع أصوات الانفجارات بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة خلال الساعة الماضية ترجمة نانسي قنقر من قول الله يحمي لبنان ويحمي صيدة ويحمي زنوب يا رب ترجمة نانسي قنقر 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 ومعنا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم مرحبا بك مرة أخرى مايا ما هي آخر التطورات لديك وأيضا لنتحدث عن موضوع النازحين وكيف يتم التعامل مع هذا الأمر وأيضا ماذا عن اللاجئين السوريين في لبنان مع هذه الحرب نعم ربع أزمة النزوح تتزايد وتزداد تصاقما وبعد أن بلغت الأعداد مليون ومائتي ألف نازح بحسب إدارة التوارف في لبنان موزعين على مناطق بيعتقدونها أكثر أمنا وأمنا لهم في بيروت الإدارية وفي طرابلس وفي أيضا مناطق بعيدة عن القصف الإسرائيلي وفي بيروت الإدارية حركة النزوح لا تزال مستمرة وخاصة بعد التهديدات الإسرائيلية والمطالبة بإخلاء المباني من قبل جيش الاحتلال للبنانيين القاتلين في المناطق التي تتعرض للضرب حيث يحذر جيش الاحتلال المدنيين من الاقتراب ومن المغادرة ثورا لمنازلهم كلما حذر جيش الاحتلال بالمدنيين بالابتعاد من الأماكن المستهتفى كلما شهدت أزمة نزوح جديدة في المناطق التي تستهدف حيث إذا ما أردنا الحديث عن الضاحية الجنوبية لبيروت يوميا تشهد حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمنا أي بيروت الإدارية بالنسبة إليهم وأيضا كان يوم أمس وعقب الغارة التي استهدفت أمس الأول حارة حريف في الضاحية الجنوبية لبيروت كان هناك حركة نزوح لسكان مخيم برج البراجني للاجئين الفلسطينيين باتجاه مناطق في مخيم شتيلة وباتجاه أيضا بيروت الإدارية إذن حركة النزوح بالنسبة للقاتلين في المناطق التي تستهدف من السوريين واللبنانيين وأيضا الفلسطينيين مستمرة البعض قرر البقاء في لبنان والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا وأمنا ولكن يمكننا القول ربع أنه بحسب الفلسطينيين اللبنانية لا مكان آمن في لبنان وخاصة بعد استهداف يوم أمس لمخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين واغتيال قائد في حركة حماس وأيضا نعت منذ قليل حركة حماس القيابي عطلة إضافة إلى ثلاثة من أسرته في استهداف ليل أمس مسيرة لمنزله في مخيم البداوي القريب من ترابط في شمال لبنان إذن الاستهدافات هي لجميع المناطق اللبنانية بعض من السوريين واللبنانيين أيضا ربع إذا ما أردنا الحديث عن وجهتهم قرروا التوجه إلى سوريا وبالتالي هذا السيناريو بالنسبة للمبنانيين يذكرنا بسيناريو حرب تموز إذن الأمم المتحدة قالت أن في حرب تموز 250 ألف لبناني كانوا قد توجهوا ونزحوا من لبنان إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل أيضا ربع إذا ما أردنا الحديث عن وضع بيروت والعاصمة اللبنانية بيروت نعم وأيضا نتحدث عن وضع بيروت وماذا يحدث وخاصة نبقى بالموضوع الإنساني هناك حديث من وزارة الصحة اللبنانية عن استلامهم لمساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية هل لديك معلومات ما هي هذه المساعدات وكم تغطي من الاحتياجات الكبيرة نعم ربع هناك أيضا تسلمت الدولة اللبنانية ولكن يمكننا أن قول حجم المعاناة مقارنة بالتقديمات التي يتم تقديمها للبنان هناك نتحدث عن ما يفوق العشرة ألاف جاريخ بعضهم بوضع حرج خاصة إذا المستشفيات في هذه الأحيان لا تستقبل الحالات الطفيفة الحالات المرضية الطفيفة بل تستقبل الحالات الطارئة وأيضا خاصة بعد الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت المسعفين والتي طالت صرف الإنقاذ والإسعاف وتهديدات للمستشفيات وبالتالي على الرغم من هذه المساعدات التي تتلقاها الحكومة اللبنانية إلا أن المصاب كبير جدا وأن الوضع خطير جدا وبالتالي هناك تخوف من أن يتم نقص أحد في المواد الاستشفائية والطبية بحسب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في راس أبيض إذن ربا دعيني أتحدث عن الوضع بشكل عام وخاصة فيما يتعلق في بيروت حتى الآن منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن هناك طائرات استطلاع إسرائيلية في سماء بيروت تحلق بشكل مكثف وعلى علو منحفظ أيضا إضافة إلى الاستهدفات المستمرة من ساعات الصباح الأولى للضاحية الجنوبية لبيروت ويمكننا القول أن الضاحية اليوم العديد من المناطق فيها والعديد من المباني سوية بالأرض وبعض المناطق تكاد تكون جميع الأبنية فيها على الأرض وهناك حالة من إثلاء للمنازل للعديد من السكان وكلما حذر جيش الاحتلال باستهداف الضاحية وفعلا يقوم باستهداف الضاحية بشكل مستمر مشهد حركة النزوح كثيفة لمناطق أكثر أمنا وأمانا إذا ما أردنا إذن ربا الحديث عن المسار الدبلوماسي يمكننا القول أن المسار الدبلوماسي غائب كليا عن لبنان يوم أمس قال موقع أكسيوس نقلل عن المسار الدبلوماسيين أن أموت فاكشتاين المبعوث الأمريكي كان قد قال لنجيب نقاطي أن لمسار الدبلوماسي أو بمعنى أنه في هذه الفترة كان في السابق يمكننا الحديث عن حل دبلوماسي ولكن في هذه الأثناء لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع وبالتالي هذا يعطي إشارات بأن الأزمة قد تطول وتطول وخاصة نتحدث عن ليست فقط الحرب وما يترتب على الحرب من أعباء النزوح ومن أعباء كل ما يمكن أن يترثب على هذه الحرب هناك ناس يبتون في العراء وهناك أيضا حالة من عدم الإرضيح والإطمئنان خاصة إذا ما طالت أمد الحرب إلى أجل غير مصنف شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت على وجودك معنا وهذه المعلومات بعد قصف إسرائيل لمحيط معبر المصنع الذي يربط لبنان بسوريا يضطر نازحون لسير على الأقدام هاربا من الحرب مراسلنا أحمد القصير رصد آثار القصف في المادة التالية مراسلنا أحمد القصف في المدينة التالية تاجر نزال الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومعنا عبر الهاتف مراسلنا أحمد القصير من البقاع مرحبا بك أحمد حدثنا أيضا الآن عن التطورات لديك وعن آخر مشاهداتك في البقاع وفي الجنوب اللبناني مرحبا ربا طبعا القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ البارحة وتحديدا بعد التحذيرات التي أطلقها المتحدث في اسم الجيش الإسرائيلي والذي قال والذي وجه التحذيرات للضاحية الجنوبية ليلا ومن ثم عاد صباحا الجيش الإسرائيلي استهدف الضاحية إضافة ليل البارحة بالتزام مع استهداف الضاحية كانت المرة الأولى التي تستهدف فيها مدينة طرابلس شمال لبنان حيث استهدف مخيم البداوي وفي تلك النقطة إضافة إلى أنه كان هناك استهداف آخر في منطقة العمرية في ساعة ناير البقاء الأوسط حيث استهدف قياده الجماعة الإسلامية التي كنا من منزره في النشر السابقة إضافة إلى أنه كان هناك استهداف في منطقة الرسيد في البقاء الغربي أيضا لقياد السابق في الجماعة الإسلامية طبعا كانت الاستهدفات الضارحة عمليتين اغطيال لقياديين في الجماعة الإسلامية في لبنان إضافة إلى عملية اغطيال لقيادة حماس في مخيم البداوي في شمال اللبنان إضافة إلى أنه القصف المتكرر أدى إلى سقوط ضحية وهي شابة من بلدة الفاكهة اللقائية جراء القصف الإسرائيلي على بلدة العين وهي مهندسة 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 مع الطبيب الأحمر أيضا طبعا أيضا على الجبهة الجنوبية القصف لازال مستمرا رغم رصب أهالي بلدة القليعة وارميش مغادرة بلداتهم بعد التحذيرات الكثيفة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لأكثر من خمسين بلدة جنوبية هناك وكان أيضا هناك محاولة تقدم حيث سمعت أصوات رصاص ثقيلة في عمق بلدة العديس هذا اندلل إلى شيء ربا يدل إلى عملية اقتحام أو توغل أو نواشات بين الجيش الإسرائيلي من جهة ومفاطنه حزب الله من جهة أخرى دعيني أعود إلى منزل الذي كنا فيه في النشرة الصادقة للأسف حجم الدمار ينافي التحذيرات الإسرائيلية التي يصدرها الجانب الإسرائيلي أن ابتعد ألف متر أو خمسمائة متر عن مكان الاستهداف للأسف الاستهداف الذي كان لمنزل الحاج محمود الويس القيادة في الجماعة الإسلامية وهو شاب بعمر 35 عاما كان قد تضررت المنازل المحيرة فيه والمحال المحيطة بشكل كبير حيث أن المنزل استهدف المنزل بسلاسة صواريخ من طائرة مسيرة أدت إلى دمار كبير في المنازل التي حولها وفي المحال التجارية التي حول هذا المنزل طبعا الآن هناك اشتباكات طبعا على الحدود اللبنانية الجنوبية لذاته كانت تتوقف فأكثر من أمر هناك عفوا أكثر من محاولة تقدم يحاول فيها الجانب الإسرائيلي إضافة إلى محاولات توغل من قبل حزب الله أيضا كان معبر المصنع البارحة تم تناقل أن هناك غارة أخرى عليه لكن تبين أن المقصود فيها هي غارة الروفيد في البقاع الغربي يعني المعبر المصنع استهدفة مرة واحدة في ثلاثة فواريخ كان قد قطع الطريق بحفرة عميقة لم تعد تسمح للسيارات والعبور من الجانب السوري إلى الجانب اللبناني والإستاذاف كان أقرب إلى الجانب اللبناني ما يقارب ألف متر طبعا هذا أدى إلى أن العزيز من النازحين اللبنانيين من المغادرين إلى سوريا حملوا أنفحتهم وأطفالهم والكبار بالسن معهم يعني بعد هذه الضربة على المعبر لم تخف حركة النزوح ربما تعثرت لكنها استمرت ورغم صعوبتها تعثرت لكن تابعت هذه الحركة تابعت هذه الحركة ماشيا على الأقدام ربا مع معاناة جديدة للمغادرين نعم كنت رصدت لنا يوم أمس لقطات من نعم بعض العوائل التي شاهدناها كانت قد عبرت بسيارتها وتحمل أمتعاتها بسيارتها افترشت الطريق على جانبي الطريق تنتظر محاولة إصلاح هذا الطريق إن سمح أصلاحه لكن ما شاهدناه ينفي للإدعاءات هل هناك أي بوادر للإصلاح؟ هل تحدثت الحكومة اللبنانية أنها ربما تصلح هذا المعبر باعتبار أن قصف كان من جهتها؟ نعم هناك مناقشات يجب أن تكون بين الجانب اللبناني والجانب السوري والجانب النظام لأن المنطقة المستهدفة هي في منتصف الطريق بين الجانبين لكن دائمي أؤكد أن ما شاهدناه لا يوجد أي نفق كما تحدث الجيش الإسرائيلي أن هناك نفق لنقل الأسلحة في هذا المعبر إنما هي تندرج بعملية حصار اقتصادي برأيي على اللبنان ومحاولة قطع أوصال وطرق جديدة إضافة إلى أن الحرب اليوم ربا في اللبنان تحمل أعباء كبيرة وتحديدا الأعباء الاقتصادية لأن اللبنان منهت اقتصادية منذ عام 2019 وليست مثل الحرب 2006 عندما كان اللبنان معافة اقتصادية إنما هذه اللبنان تزيد نتيجة ألعب الاقتصادي وتقطيع الأوصال التي يقوم بها الجانبين فالبارحة أيضا كان هناك استهداف لطريق الرياق بعلبك وشكورة حيث قطع الطريق بين شكورة وبعلبك عند رياق نتيجة استهداف للطريق الرئيسي أكثر شكرا جزيلا لك أحمد دلقصير مراسلنا من البقاع على هذه الإضاحات والمعلومات ونذهب الآن إلى مراسلتنا في الجولان السوري المحتل ليلى قيش مرحبا بك ليلى أيضا ماذا عن صباح هذا اليوم ما هي مشاهداتك وماذا عن الأوضاع الميدانية نعم رمى يعني في الساعات الصباح الباكر من هذا اليوم تم رصد صواريخ قد أطلقت من جنوب لبنان إلى إسرائيل نتحدث عن خمس صواريخ تم اعتراض القليل منها والبعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة سمعت طافرات الإنذار في مرج بن عامر في جليل الغربي وفي جليل الأعلى ويعني نتحدث مقارنة مع صباح أمس عن هدوء نسبي تمر فيه إسرائيل حتى هذه اللحظة لكن المثير للاهتمام أن صحيفة حدشوت بزمان يوم يعني في الساعات الباكر من هذا الصباح قالت بأن هناك حدث مأساوي حصل في الشمال وهذه هي ذات العبارة التي استعملتها يوم ما سمعنا عن حدثة مقتل الجنود في أول يوم من الاشتياح البري وأيضا بالتزامن مع هذا التصريح من حدشوت بزمان رصدت مروحيات عسكرية وإجلاء مروحي من جنوب لبنان نتحدث عن أربع مروحيات يعني شقة طريقها إلى رنبم إلى المستشفى الذي يعني يتم منقل الجنود إليه في حيفا نتحدث طبعا أن وسائل الإعلام ربا العبرية يعني أكثر ما يشغل بالها والصحب العبرية هو الحادثة التي تم النشر عنها يوم أمس وهي المثيرة التي أتت من العراق واستطاعت أن تخترق الأجواء الإسرائيلية وأن تخبط بقاعدة عسكرية في شمال الجولان أدت إلى مقتل جنديين وإلى إصابة 24 آخرين فبالتالي التحليل هنا في وسائل الإعلام والمحللين عن عسكريين يريدون معرفة من الذي حصل بالفعل وكل الإجابات تذهب نحو فكرة أنه في الجولان لا يوجد دفاع جوي بالكامل توجد فقط قبة حديدية والتي هي تستطيع اعتراض الصواريخ لكن المسيرات والحديث عن هذا النوع تحديدا من المسيرات هي تستأقلم مع الواقع والتضاريس للمنطقة وإذا لم يتم رصدها من خلال الردرات فهي تصل إلى أهدافها وهذا تأخذه إسرائيل الآن على محمل الجد بالتعامل مستقبلا مع مثل هذه الأحداث نعم وأيضا ماذا عن الوضع الشعبي والمدني وكيف يتم التعامل مع إعلان الجيش الإسرائيلي ليلى لخسائر في صفوفه قتلى ومصابين كيف يستقبل الشارع الإسرائيلي هذا الموضوع؟ بعد الإعلان عن مثل هذه العمليات عن وقوع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي نرى المشهد العامي قسم إلى قسمين المواطنين الإسرائيليين بالفعل يعني يأخذون هذا بشكل جدا صعب لكن في المقابل هم شعب دائما يطالبون بأن يكون لكل فعل رد فعل متناسين بأنهم هم من بدأ بالفعل الأساسي هذا هو الشارع الإسرائيلي هكذا دائما ينظر إلى الأمور فنحن إذا أردنا رصد ردود الأفعال نراها دائما تتجه نحو يعني على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ليلى على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا هل هناك أي أصوات هناك دائما وخاصة بعد لم نعد نسمع أي شيء عن المطالبة بالأسرة وكان الشارع هائجا ضد نتنياهو وحكومته بما يتعلق بحرب الإبادة التي قام به الاحتلال الإسرائيلي على غزة يعني ربا سؤال مبتاز لأن فكرة الانتصار لدبيب نتنياهو بن يمين نتنياهو رئيس وزراء الإسرائيلي يعني هي غريبة من نوعها منذ اغتيال عناصر من حزب الله الشعب هنا ينظر لبن يمين نتنياهو بأنه حقق نصرا متناسين الفشل الذريع الذي حصل تقريبا قبل سنة من الآن المطالبة بالمختطفين ما زال مستمر حراك الأهل الذين يطالبون بعودة أبنائهم الأسرة من قطاع غزة ما زال مستمر لكن لا نرى الآن مظاهرات منذ الاشتياح البري في لبنان لكن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمطالبات وبنفس الوقت تتغنى في النصر الذي يعتبره الشعب الإسرائيلي بعد اغتيال حسن نصر الله وكأنه يحقق نصر جدا كبير المثير للاهتمام أيضا هي يعني عدم وقعية إسرائيل بالتعامل مع مجريات التقدم في الاشتياح البري وهذا نراه في تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الذي دائما يعني افتارة يتحدث بأن لن يكون هناك خروج من جنوب لبنان قبل تحقيق الهدف الكبير وهو إبعاد حزب الله عن الحدود وتأمين الحدود الشمالية وعودة السكان الشمال إلى بيوتهم وفي المقابل يقول أن هذه العملية ممكن أن تتم قبل نهاية هذا العام وممكن أن تنتهي خلال أسابيع وهذا السؤال الأبرز والأكبر هل بالفعل هناك واقعية وهل بالفعل هناك منطقة في هذه التصريحات وهل بالفعل إسرائيل هي التي تتحكم بمجريات الحرب في جنوب لبنان نترك الإجابة على هذا السؤال بالتأكيد الحروب وخاصة بهذه الأوضاع تحتاج لوقت شكرا جزيلا لك ليلا قيش مراسلتنا من الجولان السوري المحتل على هذه المعلومات مع عودة ألاف النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا واجهوا واقعا مأساويا حيث افترش المئات منهم الطرقات بلا مأوى ولا خدمات يقدمها لهم النظام السوري نزوح عكسي أكره عليه كما أكره على نزوحهم الأول قبل سنوات حامل عظهرك وطن ومش قادر النسيار بإيدك مفاتيح الحلم وقلبك مثل ما كان تارك حدودك للمدى يا وحدك وما في حدا يا ظل محن وما إلى صور على الحيطون كانت عيناه حتى من خلال قطعة النقود تلاحقانك على العملة على الطوابع على أغرفة الكتب على الأعلام على ألواح الإعلانات في كل مكان ودائما عيناه تراقبانك وصوته يحيط بك وسواء كنت مستيقظا أو نائما تعمل أو تأكل داخل منزلك أو خارجه في الحمام أو في الفراش لا فرق لا مهرب لك أنت لا تملك سوى تلك السنتيمترات المكعبة داخل جمجمتك لو فقت قبل الصبح والطوشي أوله والطير ما رف الجناح بعده بمنزله لم يكن الصحفي والكاتب البريطاني جورج أورويل يتوقع ربما أن ما تنبأ به سيكون واقعا بعد وفاته بعقود تلك الرواية التي استشرفت زمن الاستبداد ونشرها في النصف الأول من القرن العشرين ستجد صداها لاحقا في جمهوريات يحكمها الأخ الأكبر دول تتسم شخصيتها بالوحشية توغل في إهانة سكانها وترى أن فرض الإنسان سلطته على الآخر يتطلب منه أن يجعله يعاني أكثر إلى دمشق ومدن سورية أخرى معظمها تحت سيطرة النظام السوري يتوافد آلاف النازحين السوريين من لبنان ولعل من المفارقات أن يصف إنسان يدخل بلاده بكلمة نازح وهي التي فر منها قبل سنوات نازحا مكرها كذلك بعد أن هجرهم النظام وحلفاؤه إبان تدخلهم العسكري في سوريا واليوم يلقون مصيرا مماثلا بفعل النيران الإسرائيلية التي قدفتهم كأمواج البحر إلى سوريا مجددا أو ما تبقى منها وعلى وين الدرب مودينا وعلى أي عشد مرسينا وعلى وين الدرب مودينا وعلى أي عشد مرسينا وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم بعد زيارة أجرها أمس إلى بيروت ونقلت وكالة تسنيم عن الوزير الإيراني قوله إن هدف زيارة دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة مضيفا أن الكيان الصهيوني لا يعرف إلا لغة القوة والحرب حسب تعبيرها كما أشار الوزير الإيراني إلى أن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وأنه أجر مشاورات بشأن ذلك ويأمل أن تصل إلى نتيجة قالت الصحيفة يدعو التأحرانوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة إن إسرائيل تخطط لرد قوي على إيران قريبا وأضافت المصادر أن الرد قد يطول المنشآت النووية الإيرانية مشيرة إلى أنه من الصعوبة القضاء على المنشآت بقنبلة واحدة فالأمر معقد للغاية وتابعت المصادر أنه لا يتوقع مشاركة طائرات أمريكية في الهجوم لكن سيكون هناك تنسيق بين تل أبيب وواشنطن ولنناقش هذه التطورات أيضا ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش أصعد الله صباحك سيد عمر وأهلا بك سأبدأ من التصريحات الأمريكية حتى أنه لو كان يندرج ضمن الحملة الانتخابية ترامب وما تحدث به عن ضرب المنشآت الإيرانية النووية هذه الحرب نحن نعلم عادة الحروب نعلم أين تبدأ أو متى تبدأ لكن متى تنتهي وكيف تنتهي هذه هي المشكلة ومع هذه التصريحات إلى أين الأمور؟ يعني ترامب طبعا تصريحه انتخابي بالتأكيد يريد أن يحرج الديمقراطيين وأنه لو كان موجودا بالسلطة لما تجرأت إيران على قصف إسرائيل وأنه يجب قصف المنشآت النووية والنفطية وطبعا كل هذا لكن ترامب قدم للاحتلال الإسرائيلي خدمة كبيرة بنقل العاصمة صحيح طبعا بالتأكيد هو أكثر يمينية وبالتالي أكثر تلاقيا مع حكومة التطرف اليمينية وخاصة بزعامة نتنياهو في إسرائيل لكن أيضا إذا أخذنا مثلا مرحلة رئاسة ترامب إيران أسقطت طائرة مسيرة متطورة للولايات المتحدة الأمريكية ولم يرد ترامب وبالتالي حسابات لكنه قتل سليماني صحيح نعم أيضا يعني هذه اللاعب السياسية يعني بالتأكيد هناك الإدارة الديمقراطية أو الإدارة الأمريكية أولا مصلحة إسرائيل وأمن إسرائيل فهو كل شيء بالنسبة للإثنين لكن الكلام لا يأخذ دائما بالحملات الانتخابية لأنه عندما يصل الرئيس إلى الكرسي لبيت الأبيض طبعا ستكون هناك حسابات المؤسسة أيضا يجب أن يأخذها بين الاعتبار والأمثلة طبعا كثيرة لكن في بطلاق الأحوال حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل الحقيقة قد لا توافق دائما ما تقوله الإدارة الأمريكية لاحزنا هذا في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة وبالتالي نتنياهو بالنسبة إليه هناك فرصة سانحة لكي يقصف المنشآت النفطية والمنشآت النووية ويمرر ما يريد في هذه الفترة الانتقالية ويريد أن يمرر وأن يثبت أنه هو من قام بقصف إيران والقضاء بين قوسين على منشآتها النووية رغم أن هذا صعب جدا لا يمكن القضاء عليه يعني هو نصر سياسي بالنسبة له أيضا نتنياهو أحاول أن يحققه بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها وبعض موضوع الأسرى الذي طوي تقريبا الحقيقة بالنسبة للنصر السياسي حققه بالفعل الآن آخر استطاعات الرأي داخل إسرائيل تقول أن هناك 90% يؤيدون طبعا نتنياهو وهذا لم يسبق إليه الرئيس حكومة احتلال أن لهذا التأييد الشعبي الكبير يعني قبل حرب أكتوبر التي بدأت الثامن من أكتوبر يعني كانت طبعا كانت استطاعات الرأي لا تعطي نتنياهو حتى الأربعين بالمئة وكانت هناك طبعا محاولات لعزله بينما الآن ارتفعت يوم يعني إلى 90% وهذا طبعا بالنسبة للشرع العام الإسرائيلي مؤيد لما يقوم به للحرب في غزة وأيضا طبعا مؤيد للحرب في لبنان وبالتالي توجيه أي ضربة عسكرية مؤلمة للنظام الإيراني هذا سيلاقي أيضا ترحيبا في الشرع الإسرائيلي لكن الموضوع لم يعد فقط الحزب الله وأذرع إيران في لبنان يوم أمس الولايات المتحدة ضربت الحوثيين في اليمن وبتدخل مباشر طبعا هذا الموضوع الذي فهناك خطوط حمراء في العالم منها النفط والمصادر الطاقة ومنها المعابر المائية ضربت يوم أمس كيف ستساهم أيضا بتأجيج الحرب الحقيقة كانت أقوى ربما ضربة أمريكية تتوجه إلى الحوثيين نعم هي ليست لأنها شملت مواقع عديدة جدا 15 موقعا عسكريا واقتصادين وبالتالي هذا طبعا سابقا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تريد أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ كتفا عن إسرائيل بمعنى إسرائيل يعني قد حتى عندما ضربت الحديدة فضربت مكان واحد وفقط مصفات نفط وإلى قدعه مجمع نفطي لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد أن تقول أنني أيضا موجودة في هذه المياه وليا الدور وأنا صاحبة اليد الطولة لذلك هذه رسالة قوية لإيران وعن طريق الحوثيين وأيضا رسالة للحوثيين الذين طبعا قاموا بإرسال سواء صواريخ أو بطائرات مسيرة وبعضها سقطت على مواقع إسرائيلية الوضع الإقليمي الحقيقة يعني يؤكد تماما أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي على أعلى المستويات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى طبعا العسكري على المستوى السياسي مثلا اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان يقول أن ما طرحناه سابقا من الحل دبلوماسي لم يعد موجودا بمعنى على إسرائيل أن تكمل حربها طلد حزب الله وبالتالي ما يتبع هذه الحرب أيضا ضرب أذرع إيران وضرب إيران أيضا بنفس الوقت لكن دوما الولايات المتحدة الأمريكية تحبذ أن تكون الضربة مدروسة وأن لا تستجر حرب بان شاملة في المنطقة يعني أيضا ليس بعيدا عن ما يحدث بالعكس هو في قلب ما يحدث التصريحات من ما يسمى المقاومة الإسلامية أو أحد أدرعها في حزب الله العراقي في العراق يتحدث أيضا ويهدد بموضوع النفط وهنا أيضا يقترب من خط أحمر آخر بالنسبة للعالم مصادر الطاقة هي مشكلة لا يمكن نحن نعلم عندما يتم المساس بمصادر الطاقة أو التهديد بها كيف تكون النتائج وهناك تجارب تاريخيا بهذا الموضوع بليك هذه التصريحات أين الحكومة العراقية التي نعلم كيف تتشكل أيضا وكيف تدار بشكل كبير تدخل الإيراني بها أين هي من هذه التصريحات ومن هذه الميليشيات التي تقول أنه لا يحق لهم في الدستور العراقي أن يمنعوهم من مجابهة الاحتلال الإسرائيلي يعني الميليشيات الطائفية العراقية لا تتبع الحكومة الحقيقة ولا تسمع بأي خط سياسي أو أي تصريح سياسي من الطرف سواء رئيس الحكومة السيد السوداني أو غيره لها طبعا مرجعية في القرار وفي التصرفات هي إيران هذا طبعا معروف بالجميع وبالفعل البارحة مثلا وجهت ميليشيا النجباء وميليشيا حزب الله العراقي مع الطائرة مسيرة إلى الجولان وقتلت عنصرين من الجنود الإسرائيليين من فرق الجولاني المعروفة بتدريبها العالي يعني هذا لم تكن به أي ميليشيا أخرى في العراق ولا في سوريا سنأتي على سوريا أيضا تفضل فبالتالي هذه الميليشيات بالتأكيد لها دور وهذا الدور أيضا بمعنى أن إيران تقول أنكم إذا ضربتم منشآتنا أو ضربتونا بضربة قاسية لدينا أذرعنا وهذا مثال هو طبعا حزب الله وحركة النجباء الميليشيات العراقية التي تستطيع أيضا أن تضرب إسرائيل عن طريق سواء السواريخ أو عن طريق طائرات المسيرة الموضع في الإقليم الحقيقة يعني ينذر بالفعل أن أي خطأ أو أي ضربة غير محسوبة فعلا ستشعل المنطقة حربا لا يعرف أحد إلى أين تمتد لكن بنفس الوقت هناك إصرار غربي أمريكي إسرائيلي على تقليم أظافر إيران في المنطقة وبالتالي على إيران أن تفهم الدرس لكن باعتقادي أن إيران أيضا ألا تعتقد أن إيران فهمت الدرس جيدا وهي تقريبا تخلت عن أذرعها وحتى ردود أفعالها لإيران ليست هذه الردود التي كانت متوقعة أو ربما مناصري هذا المحور والمناصرين لإيران كانوا يتوقعون أكثر من ذلك يعني حقيقة إيران لم يقدم لها الغرب شيئا يعني حاولت أن تتريد في الرد على مقتل أو اغتيال إسماعيل هنية وأيضا في اغتيال نصر الله وأيضا في توجيه ضربات لها هنا وهناك لا مقابل أن يقدم الغرب شيئا ما بالنسبة سواء لبرنامجها النووي أو لدورها في منطقة الشرق الأوسط ونفوذها لكن الغرب لم يقايض الحقيقة لم يقدم الكثير لإيران فبالتالي النظام الإيراني الآن وجد نفسه أنه يجب أن يحصل شيئا فيه في هذه المعمعة أو في هذه الظروف الساخنة التقديرات تقول أن الغرب سينضي في هذا الاتجاه لن يقدم شيئا لإيران وبالتالي إيران إما أن ترضخ وتكف عن ما تقوم به من أعمال سابقة لكن ماذا بالمقابل؟ يعني هذا هو هنا هذه الصفقة يعني الحقيقة الصفقة تكون أولا في لبنان بمعنى أن يكف حزب الله عن تمدده إلى الجنوب وأن ينتقل إلى شمال الإيطاني أن يتم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان وأيضا أن يتم تقليم أظافر طبعا هذه الميليشيات المنتشرة سواء في سوريا أو في تقليم أظافر أم القضاء عليها؟ القضاء صحب جدا يعني لا يمكن القضاء عليها الحقيقة يعني ربما تحويل دورها ربما حل بعضها إلى آخره لكن مثلا الميليشيات في العراق تحكم العراق فلا يمكن طبعا هناك مصالح وأيضا هناك أيضا أدوار لهؤلاء الزعماء الحرب وزعماء الميليشيات فإيران خلقت بعبعا لا تستطيع أن تتحكم به مئة بالمئة نعم يعني ضمن هذه الصفقة الكبيرة التي أصبحنا نسمع عنها كثيرا ربما نستطيع أن نستشف ملامحها أو نحلل من خلال ما نقرأ ونشاهد ونتابع من معطيات على الأرض إذا جئنا إلى سوريا بشار الأسد مختفي ربما نشاهده في الأيام القادمة بأوامر روسية أو ربما بأوامر إيرانية يظهر على الشاشات في مكان ما في سوريا ربما وربما لا كانت أهم المعوقات في سوريا التي يتم الحديث عنها سيد عمر وأنت تعلم هي إخراج الميليشيات الإيرانية لكن بهذه العملية العسكرية تقريبا الميليشيات الإيرانية تقلصت جدا في سوريا وخاصة أدروا حزب الله هل هذا يؤشر إلى أنه ضمن هذه الصفقة وأصبح واضحا سوريا قادم الدور على موضوع الميليشيات وعلى سوريا بشكل عام وماذا عن الجنوب السوري ودخول الاحتلال الإسرائيلي إليه الحلقة الأضعف في الاختبوط الإيراني الميليشيوي هو نظام الأسد نعم لأن نظام الأسد معروف يعني بات منذ سنوات لا يملك من أمره شيئا نعم يسير إيران تحكم أم روسيا مسير لا من طرف الحقيقة القوتين يعني هناك تبادل أدوار وهناك تنافس أيضا بينهم أنا في اعتقادي لا زالت روسيا هي صاحبة اليد الطولة هذا يعني منذ أن تدخلت عسكرية من 2015 ستمبر نهاية سمتمبر 2015 إيران أيضا طبعا لها أذرع ولها تغلغ الكبير جدا طبعا في المجتمع وفي الجيش وفي المخابرات وكل ذلك لذلك الحسابات الآن أن النظام في أضعف ما يمكن وتهديدات إسرائيل بأنه أي دور للنظام يعني القضاء على بشار الأسد أو على الأقل رموز هذا النظام ماهر الأسد وغيره وهذا طبعا يعني أن إيران تخاطر بنظام الأسد وطبعا حسابات البازار الإيراني ليست في هذا الصالح لكن روسيا تشارك في البازار منذ يومين تم ضرب مواقع أو مخازن إيرانية لأسلحة إيرانية قرب قاعدة حميميم في سوريا قاعدة الروسية الشهيرة وهل تعتقد أن هناك من يجرؤ يعني خاصة إسرائيل أن تخاطر بهذا الشيء دون تنسيق لأن هنا الموضوع روسيا وليس إيران روسيا دولة عظمى بالنهاية بغض النظر عن موقفنا هي دولة عظمى وتقدم حالها بهذا الشكل صحيح يعني أنا منذ طبعا الحقيقة حتى التدخل الروسي كما نعلم تم ضي ظروف توافق أو شبه نظر مع أمريكا كذا لكن كان التنسيق قبل التدخل الحقيقة مع حكومة نتنياهو نفسها بمعنى مع الحكومة الإسرائيلية من قبل روسيا من قبل روسيا طبعا نعم ولاحظنا أن منذ 2015 إلى اليوم كل ما تقوم به إسرائيل لم تحقوم روسيا حتى بتحريك راداراتها ولم تساهم فيه منظومة الدفاع الموجودة لم ت لا الـ 400 ولا الـ 300 ولا أي شيء الحقيقة وخاصة اليوم روسيا سحبت معظم قواتها واسلحتها إلى أوكرانيا وبالتالي لا يمكن أن تقوم روسيا بأي فعل ضد إسرائيل ولا غير مستبعد أبدا أن الضربة بقربجة ومطار حميميم تمت بتنسيق روسي إسرائيلي وهل مصلحة فعلا لروسيا مصلحة بأن تقلم أظافر إيران في سوريا هم لديهم مصالح متبادلة لكن أحيانا نسمع عن بعض التضارب في تلك المصالح بين الروس وإيراني تنافس صحيح هناك تنافس بين الدورين الإيراني والروسي في سوريا لكن بنفس الوقت الأثنين يحتاجون بعضهم الآخر بمعنى الميليشيات الإيرانية هي التي تتولى المهام على الأرض لأن روسيا لا تستطيع أن تغطي ذلك ولا نظام والميليشيات بحاجة لتغطية جوية وطبعا سلاح طيران والتكنولوجيا لأن إيران لا تملك لهذه التكنولوجيا ولا تملك طبعا سلاح طيران وبالتالي الأدوار هناك تبادل وتكامل لكن قوتين الاحتلال الرأس الأقوى هو طبعا روسيا نعم طيب أيضا الآن وعندما نتحدث عن هذه المعارك وهذه التطورات الميدانية والعسكرية البعض يقول هذه التحليلات السياسية التي نذهب إليها بعيدا هي ضرب من الخيال والبعض الآخر يقول أنه إذا أردنا أن نقرأ الصورة الصحيحة يجب أن ننظر إلى المنطقة بشكل عام وأن نوسع على عدستنا بشكل كبير كي نرى التفاصيل نفهم ماذا يحدث برأيك هل فعلا نحن نبالغ بهذه التحليلات السياسية وأن نربط الأمور ببعضها أم أنه يجب علينا نتحدث الآن كسوريين أن نقرأ الصورة بشكل واسع كي نفهم إلى أين تتجه الأمور في المنطقة بشكل عام وفي سوريا ما هي الصفقة في سوريا تحديدا يعني علميا وموضوعيا يجب أن نوسع الرؤية دائما ونقرأ جميع المؤثرات وجميع العوامل لأن هذا لغة التحليل العلمي أما إذا حصرناها في جهة فطبعا ستكون القراءة مختصرة على هذا الجانب أحيانا الحقيقة كل التحليلات قد لا تكون نتائجها متوفقة مع الواقع لأن هناك أيضا متغيرات وهناك طبعا عوامل ربما تنشأ بعد لغة التحليل هذا طبعا الحقيقة عندما نضع لغة التحليل تقول أن المنطقة مقبلة على تغيير كامل هذا بالتأكيد وبحاجة لأدوات جديدة نستند إلى التجارب السابقة والحروب السابقة لا يمكن لحرب أن تستمر إلى الأبد هناك نهاية للحرب ودائما في نهاية الحرب هناك صفقة ويجب أن تجلس إلى أطراف والمنتصر يضع شروطه وطبعا الخاسر يجب أن يقبل بالشروط الرؤية تقول الرؤية الكاملة تقول أن إيران هي التي ستخسر ومحورها محور المقاومة الذي هو محور الشر بالنسبة للسوريين لكن المنتصر عدو كبير بالنسبة للسوريين وبالنسبة للمنطقة إذا افترضنا هذا الاحتلال الإسرائيلي صحيحة مع الأسف نحن بين نارين ودائما كل الحقيقة الأحداث منذ 2011 إلى اليوم كل الأحداث ليست في صالح الشعب السوري ولاحظنا الملف السوري والثورة السورية التي كانت في 2011 و2012 تهتم تلاقي اهتمام واسع من قبل قوى وصلت إلى أكثر من مئة دولة في العالم اليوم طبعا لا أحد يهتم فيها وتحولت إلى ملف مهمل وبالتالي في ضمن هذه الحرب قد يعني الحقيقة هنا تأتي مسؤولية السوريين وقوهم السياسية إن بقيت مسؤولية سياسية أن يقوموا بمبادرة ما وأهم نقطة هي إخراج الميليشيات الطائفية الإيرانية المتعددة الجنسيات من سوريا لكن برأيك ضمن هذه الصفقة وكي تتغير الأدوات أليس محسوب حساب سوريا بالتأكيد بهذا التغيير يعني قد يصيبنا ليس هناك ضمانات يعني مثلا إشاعات مقتل ماهر الأسد ونحن نعلم أنه موالي لإيران هو إيراني الهوى وإيراني التصرفات يعني هناك تهديدات حتى لإسرائيل يعني حقيقة لكن ماهر الأسد وبشار الأسد يلتزمان حرفيا بما تقوله إسرائيل لكن نتمنى أن يخطئوا يعني هم يلعبون على الحبلين بين إيران وإسرائيل طبعا وروسيا يعني هذا معرفة النظام يستعد أن يبيع كل شيء مقابل البقاء على الكرسي هل لديه الآن ما يبيعه كي يبقى على الكرسي يعني موقع سوريا مع الأسف يعني موقع تعريب يعني موقع مهم جدا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للمنطقة يعني في قلب منطقة الشرق الأوسط لذلك يبيع النظام هذا الموقع الاستراتيجي وهذا التراب الحقيقي يبيع للعالم مستعد أن يبيعه لذلك الآن يعني حسابات الآن نعم نعم الحسابات يجب أن تكون دقيقة بالنسبة للمعارضة السورية وطبعا للقوى الحية في السورية أن تقوم بمبادرة ما أن تتوجه للأمم المتحدة أن تتوجه للولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي بالمطالبة على الأقل بسحب واخراج الميليشيات الإيرانية على كل حال الآن الدول المحيطة بإسرائيل يعني دول ضعيفة وهشة وتحتاج إذا كانت تريد أن تصلح من حتى لو أصبحت تغيرت الأنظمة تحتاج إلى ربما سنوات طويلة عشرات السنوات كي تكون دول بالحد المعقول يعني قابلة للحياة وأن يكون هناك فيها تنمية مستدامة اقتصادية أما الموضوع العسكري وهذا هنا نقول أنه المستفيد صحيح من هذا المحور الإيراني وتحديداً إيران كان هو الاحتلال الإسرائيلي شكراً جزيلاً لك سيد عمر كوش على هذه التحليلات وعلى هذا ربما القراءة لما يحدث في يعني ليس فقط الحرب اللبنانية لكن في المنطقة بشكل عام إذا المشاهدين رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أوضاع النازحين القادمين من لبنان حيث يواجهون واقعاً صعباً في دمشق أكثرهم يفترشوا الشوارع ويسكنوا في الحدائق العامة بينما لا يتم توزيع المساعدات الإنسانية على العائدين من لبنان وحسب منظمات إنسانية تعتبر فئة الأطفال الأكثر تضرراً بسبب نقص الحليب والغذاء يوجد إلى هناك وأحيه وأحيه من جميع جميعıyoruz الأكثر تحريك backup ولمن نرى بالأكثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة